احذروا معنا من هو ضيف حلقتنا اليوم من حصات سبورت شات هذا اللاعب انشط في كل من جماعية الخروب جماعية عينم ليلى الناد واللي يحمل حالياً ألوان النادي الرياضي القسنطيني صاحب القدم اليمنى حامل القميص رقم 10 يبلغ من الغمر 31 سنة وينشط في منصب وسط بيدان يادرا شكونوا يادرا شكونوا متابعنا الكراه مرحبا بكم معنا بحصات جديدة وبحلام مميز عبر قناة المحترف الرقمية سبورت شات برنامج مميز نصادفه من خلاله كل أسبوع أبرز الوجوه الرياضية الجزائرية على ما يبدو أن متابعنا تعرفوا على ضيف العدد الأول من البرنامج من خلال التقديم وهو متوسط ميدان النادي الرياضي القسنطيني وصانع أفراحه إبراهيم ديل مرحبا بك معنا إبراهيم في مجامعة المحترف وحلة الجرية بك يا عيش شكرا على السيدة شكرا جميعكم شكرا لك أيضا على قبولة إذا إبراهيم بداية مميزة لك هذه الموسم رفقتنا برياضي القسنطيني سيتب أهداف ومزاهمة فعالة في بلوغ دور مجموعات كأسة كونفيدرالية التفريقية هل كنت تتوقع هذه البداية؟ والله الحمد لله الحمد لله بللي كنتم توقعها في اكتب سالة الموسم لنا الماضي قريب قاد قاد كامل حمد لله بللي بحنتي قاعة سعينا مثالية صوات في كاس كافل في البغضولة ان شاء الله نقبل ان شاء الله باش نقبل ونديره مع خلال ان شاء الله إذا إبراهيم وقبل أن نتعمق في الحوار عن مشوارك المميز مع الخدرة وكذا بدايتك المميزة هذا الموسم حديثنا قليلا عن بدايتك وفي عالم كورة القدر ومن بدايته كانت فلق جميل الخارج فلق اللي بديت فيه هنا مصور فدرجت فيه جامعة اتشوفانيات تلعبت سينيور ثلاث موسم مشكر للهديخ الزاء واللي هو اللي يقاني لصنب الأكابل كنت إسفار لعبني أول مقابلة ضد الاتحاد عن النابة من عبطة هونسونطر وكان سجلت في المقابلة هذي ومبدل قسعة عينا جميل الخارج بعد هارت جميلة عينا ومن حق تماهم الصعود للقسم الأول بعدها عاودت للفرق نصر حوسين دي عاودت أرجعة الفرق جمعية عينا بيلا وضرك عاني في فرق نادرية للقسم ثانية موسم خامس يعني يعطاك الفرصة وانت تبتع له وكعبك بتشهيلك لهذا الحمد لله مشكر الشيخة هذي خزار بززززز منظم باللي هو اللي يساعدني باش الله باش من نوصل لهذا المستور ناعم نحيوه بالمناسبة من هذا المنبر بكل صراحة إبراهيم لو يهد فريق جمعية الخروب للمحترف الأول وتكون هناك مباراة بلاي ستاو السياسي اللي راح تكون عبارة عن ذلك كيفاش راح يكون شعارك في هذا المنبر شعار شوية شعار شوية بديلت مع الخروب وبركة من اللاعب في نادرية القسم ثابتين أبطل فريق اللي عمل العبسي منظم بالله راح تكون شعارة شعار ليوس كي تكون حامل ألوان تاع فريق وكاة كونتر فريق السابق منظم بالله كيوعيد واحد ما اتعرف يقدم كل ما كل ما لدي نحن والله تجربتي في مصرحة مصرحة سيهندي ما قدرتش نقول عليها فاشلة ولا ناجحة كانت ناجحة نوع المار سيبريف اللي في الديبي ملعبتش ملعبتش بالزافمي الحمدلله من بعد جاني ناجحة مصرحة سيعي ولعبتش قدمتها مباريات مليحة وكان مشينا فيه لعبنا الموسم هذا الكأس الكاف مشينا فيها راح تلي قول كتب ربي ما متقالي فيهنش نظم بالله موسم قدمت موسم له بس به في نصر حسيندي ونشفل إدارة عن نصر حسيندي ومام الشعب لي لسهل كل خير والله نظم بالله لعبنا تعيد الفلاح الجمعية عندي فالموسم الثاني تعي في نصر حسيندي ما كونش مرتاح مانما الفريق الفلاح كان يفرم مرحلة مش مريحة والعام هذا كان نظم بالله سقطة وذات جائحة فهو ما غير خليب لي زي كيف في نصر مرحيم الشيدي خلينا نرجع الفلاح تعينا عين بيلا ثاني باش نعاد نرجع المستوي تعينا حتى تجربتك مع مليلا أبراهيم كانت ناجحة ربما عين بيلا هي نقطة تحول في مسيرة إبراهيمتين فاش كانت تجربتك معي بيلا؟ حتى تجربتك عين بيلا نجحة بزياء نجحة ثاني قدارة جمعية عين بيلا والأنصار اللي حبوني همه قدمت موسمين رائعين في الثلاثان الموسم الأول صعدنا بالدرجة الأولى والموسم الثاني ثاني كنا خلصنا الموسم في الكلاس المنور المنور السياتين يعني قدمنا كانت عدنا طريب واناكية في الموسم في الناصر المنورين نتمنى فلاح جمعية عين بيلا يعود يرجع على مكانة أولي أن يسهل وكل خير إذن إبراهيم موسم 2020-2021 وقعت على عقدك مع النادي رياضي القسنطيني كيف كان شعورك ذلك الوقت خاصة أنك كنت صرحت سابقا لوسائل الإعلامية بأنه حرمك تقمص ألوان السياسة والله الحمد لله أنا كان مزالي في العقد كنت في جمعية عينيلا كان مزالي في العقد موسم واخترت أن نجي النادي رياضي القسنطيني كنت حدنا نعرف في النادي نادي عارق نادي كبير الحمد لله يا ربي فقنا يا ربي سميسة في الفارق والحمد لله اليوم عارفة في الموسم الخامسة الحمد لله حمد لله كان حلموا الحمد لله تحق في المركات الصيفي اسمعنا بل إبراهيم وصلت الكثير من العروض سواء خارجية ومحلية لكنك فضلت الاستمرار بألوان النادي الرياضي القسنطيني ولي ثلاث مواسم كاملة ربما الجماهير تريد أن تتحرف على المنطيات ليخلت هؤلاء الأن بالسمر وماية تغيير الأجمع حمد لله يا ربي شين دائم historian حقا جميعا ههههه الحمدلله اخترت البقع في الفارق كنت حابنا كمل نزيد موسم الموسمين في الفارق الحمدلله يا ربي شي ليgewوضي نريح الى الفارق كنت حابنا نلدي مع ههههه الاخر kymm ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يستخدمين ان دليم هههه الاخر وهو الحمدلل لهم يكون عديد طائمي موسم وان شوع من الطاق المدون tra talkingi ذgesamt فى الخلف talks المسهلة لكي نقدم في المساوى هذا إن شاء الله نكملنا خدمات إن شاء الله وديم عشان الجاقي إن شاء الله نزمان بطرف الأنصار ساعة ومدام رانا نحكي أبراهيم على بداية المميزة خلينا نشوفوا مع بعض واشقالوا عليك زملائك في الفريق والبداية في المدرم أخير تلمد فيما يخص أبراهيم ديب بين أبرز اللاعبين في الدورة حاليا كانت لمرش دو بروغلسيون تيعوه مهم جداً من حيث سلو بلان تكنيك جبار يعني لعب جد مؤثر في أي سيستام نخدم به أم ليدر في هوقار ضي تلميدان أم ليدر، أم ليدر، أم ليدر كابيتان ديكيب أم ليدر في ليستير إنسان دو أخلاق عالية يعني نشوفوه دائمان في دي سيتيواشون ديفسيل لمر بها الفريق نلقوا دائمان يخذ لأبرول يعني يقدر ينفليونس يصحابه بالكلام المحفز بالموتيفاسيون يعني نظن إنسان متكامل بارك الله وفيه يعني الشي اللي يروا يقوم فيه في النادي الرياضي القسنطيني من يعني سواء كإنسان أو كلاعب شي كبير يعني صراحة والله شوف نتمنى له كل الخير أولاً رب يعطيه صحته ثانياً إن شاء الله يكون متألق مع النادي الرياضي القسنطيني وأمنا أنه يكون أيضاً ضمن المنتخب الوطني دائمان لما لا نشوفوه كلاعب يلعب في مباريات كأس إفريقيا أو تصفيات كأس العالم إن شاء الله لأنه نظن عنده توتلكاليتي تتوفر فيه باش يكون ضمن المنتخب الوطني إذن كانت إبراهيم شهادة المدرب خير الدين مضوي على أدائك وفنياتك ودورك القيادة في أرضية الميدان وكذا في غرف تغيير الملابس واشتقدر تقول للمدرب مضوي عبر مايك وفون المحتاج والله صافي بليزير كي تسمع المدرب يعطيه عليها وكان لي أشعرف وإن دربني الموسم الماضي وإن دربني الموسم هذا يعني أنا مدرب كبير يعرف كورة قدمي زيارية مليح إن شاء الله نكمل نخدم إن شاء الله من أصحابي وإن شاء الله لننزل طريق هذا على مصدر وإن شاء الله لنكمل إبراهيم وننتابع فيديو آخر لزومة لك سلام عليكم إبراهيم اللعب كبير نتمنى للمشوار إن شاء الله خير من اللي يروي يدير فيه بارسكو العملي فاتو العام هذا دار حواجي يستاهل وين يستاهل يروح بعيد نتمناوله إحنا الفريق الوطني الأول إن شاء الله وين يروح إن شاء الله هو يقدر يعاونهم على بالي وشاني نقول لك بارسكو إنسان هذا يعافي لعب بزاف ويعاون بزاف سيرتو شوف لعب إبراهيم يعاون في الميدان يعاون خارج الميدان إنسان متخلق يحب الفريق بزاف نتمناوله إحنا إن شاء الله يحترف إن شاء الله يارب إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم براهيم ذيب غني عن تعريف لعب جيد مهاري لعب متخلق ولد عائلة لعب ليمد كم الإمكانيات سواء المعنوية أو الفنية لأصحاب ويديري جيم يحضر معهم نتمناوله التوفيق إن شاء الله براهيم ذيب تقدر تقول قدوة في كورت قادم تربية أخلاق أمام قائتنات الفريق ينصحنا كأخ كأب بتاك إن شاء الله نتمناوله التوفيق في ما سيرته إن شاء الله وشيرته المنتخب الوطن إن شاء الله عنده ما كان إن شاء الله وبارب إن شاء الله يستدعيوه إذن إبراهيم كانت هذه أيضا مشاهدة بعض الزملاء لك في الفريق إجماع في النادية القسنطيني بإئن إبراهيم لاحب دو إمكانيات دو فنيات عالية قائد في أرضية الميدان في غرف تغيير الملابس هناك حتى من يعتبه كأخ كأب كلمة للرفقاء من هذا الملابس والله نشكرنا ونشكر صحابي بزيف نظرنا بليل حاجة هذه إذن شاء الله نزيد نخدم إن شاء الله ونقدم الموسم الموسم هذا راح الفريق من مجموعة دربنا نرى سوف نحكي بزيف سوف نحاولنا ونريد مسألنا الجديد بذل منها بكل حد و إن شاء الله ونشاء الله الله بالف題س سيزون نخرحه بالعقب إن شاء الله سأ عدى في كم وسر على أقدر في هذه الموسم إن شاء الله يا ربي إن شاء الله أو رأى ما سأرى نزيد نوع المnar ينسط الجحي يسهلون كل الموسم يcastبه large ديب عشرة وقبطان في السياسي وش يعني لك حمل شارط قيادة فريق بحجم النادي الرياضي القسنطين والله نضم بلي مسؤولية كبيرة باش تحمل شارط قيادة في النادي الرياضي القسنطين يعني هذا شارط لي وشارط العيلة تاعي وشارط الأصحابي ان شاء الله هن نديروا ليد في اليد ان شاء الله باش نحط الفريق هذا في بان كونديسيون ان شاء الله براهم حبيتنا هات شعورك يعني كنت تحلم انك تلعب سياسي ولي فقائد الفريق وشوه شعور براهم اكي ما قلتك شعور لا يصف تحب نلعب الفريق هذا تلقاك عقاية الفريق نظن باللي حاجة ما كنش نسي منها الحمدله يا ربي بالخدمة نظن الحاجة جيدة بالخدمة وبالتعب ان شاء الله هنكملهاك وفيها حترا نعم العمل سير الناجح بطبيعة الحال بالحاديث عن بولم دايس اللي ينتبر هدف الفريق في الرابطة المحترفة الأولى هل تستهدف تحطي مراقم بول مدايس؟ نحيو حمزة بن مدايس شرف لي كبير أني نزاح حمزة بن ريف على هداف فارح لعب الكبير قناص كان يسجل من كل وضع عن جدا يا ربي إمام حمزة بن مدايس الله يبارك كان تريد من جوار عام فارح بزاف كان كما قلت القناص إن شاء الله إلى جد إن شاء الله ربي لك نديو هذا إن شاء الله إن شاء الله لما لو أهداف راكلات الجزاء هذه العبارة اسمعناها بزاف الموسم الفارض كيف راش واجهة هذا النوع من الانتقادات؟ والله ما كنتش نديراتي راسي أنا كنت يجيونا راكلات الجزاء أنا المسدد رقم واحد في الفارع كان لازم علينا نسجلها لازم سجل راكلات الجزاء وراكلات الجزاء يجلس من اللعبة طبعا لازم لازم نسجل هل الأهداف الرقيعة اللي يسجلها براهين من هذا الموسم؟ جاد كرد فيه لكل من شكك في فنياته بما أنه كان يقول سابقا أنه إبراهيم هداف راكلات الجزاء والله الحمد لله يا ربي نضم بلياتوك في قمنا عند أردي جسم الخضر الحمد لله يا ربي الموسم هذا مجهة نحسارك الجزاء من سجل وراف أهداف نضم بلي أهداف سجلها كامل سجل سجلها 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 أصحابي أهداف أهداف رائعة أهداف كينا نظر إحنا مخدموا الطريقة مبيحة يقوم بني مرميرة ويقوم بعمل كبير عاطب التيرو وننسى وش فيصل لني مدرب الحراس يقوم يقدموا في ختمة كبيرة للفريق إن شاء الله نكمل من أختمه إن شاء الله كيف كيف إن شاء الله وفيها خارجي بها رب إن شاء الله إبراهيم أراك في المركز الثاني في صدارة هداف البوطولة بعد مرور ثماني جاولات هل تستهدف عني أنك تكون هداف البوطولة الوطنية في الموسم؟ والله أنا نظر باللي راني كيما قلت راني ثانية ثانية هداف هداف البوطولة أنا التخمام تاعي ننسي كل مالش باش نسجل باش نفرح للأنصار تاعي و باش نعاون فاريخ تاعي تخمامي مانيش باش نحبز عما نكون هداف البوطولة باش نعاون صحابي و باش نحط الفاريخ تاعي ديما في بون كونديسي نعم براهيم النادي رياضي القسنطيني عرف مغادرة العديد من رعاة الكائز في المركز الصيفية على غيرار مدني وخالدي أنت كقائل الفاريخ يعني ما تخوفت شوية من تراجع المستوى الفني لمجموعة والله نظر باللي كانت عندي كبيرة في صحابي مم من اللاعبين اللي يستدعوا اللي جابوهم الموسم هذا نظر باللي بكل عندهم مستوى مليح هذا هو الشي اللي خلاننا كما قلت لك القروب هو اللي خلاننا نقدموا الانطلاقة القوية ان شاء الله نتعاون ان شاء الله يكون غير الخير ان شاء الله ديبو بشهادة معظم الجماهير الكروية الجزائرية يقدم عروض جيدة من حوالي ثلاث مواسم لكن لم تلاحظ بأنك كنت مظلوم إعلاميا من الماء في مواسم سائق والله نظر الواحد اللي مع بوكو بليس يخم يخم مع الخدمة ما يروحش بزاف راسي ندور آقوش وهذا رواط يعني مركز توجون مع الفريق يعني اياما ما نسمعش حضرها منا ومنا مركز مع الفريق تاعي بزاف وهذاك هو الشي المهم أكيد تركز مع الفريق لكن أحيانا البروز الإعلامي هو اللي يخلي اللاعب يتقدم في المسيح ويه سيفري سيفري البروز الإعلامي كما كنت كنت يومي الحاجة اللي مركز عليها هي فتير الخدمة وبعد كل شي يجي ان شاء الله ان شاء الله بحثنا مؤخرا أنه لاعب البوطرة الوطنية مستوى مقاس بالعمر وليس بما يملكونه من إمكانيات ومؤهلات فنية والله نظر بلي اللاعب كما كنت تقول اللاعب وين يبدأ يحس بلي ويحس الفوتبول مليح من فوق فان تويتو وطلع نظر بلي هذا هو اللاج لي وين تحب تمد كل ما عندك إبراهيم النادرياضي القسنطيني قاعدة جمائرية كبيرة وكبيرة جدا شغف لمتنهي من قبل عشاق اللونين الأخضر والأسود شركة وطنية توفر ربما كل وسائل مادية من أجل وضع الفريق في أرياحيو ماذا ينقصنا لرياضي القسنطيني لكي يصبح فريق القسنطيني والله هذي هي الكلمة اللي هنا نحاوسة لها يعني فريق ميخ الصوال وعنده أنصار في كتاف وديمة وين ما نكونوا حنا يكونوا معنا بالألاف بالألاف نظن باللي الأنصار يحتاجوا الألقاب على السريع نظن باللي يجي الوقت وين الفريق يبدأ يزفيروحه وينشالله يجي الألقاب بسهلوا كل موسمة العبوال الألقاب فريق أنصار ندري القسنطيني وينما نروح يكونوا معنا بالألف سواء في استادنا أو برا يعني الأنصار رضي السهل ويسهل ونرغمو كل موسم يلعبوها للألقاب إن شاء الله إن شاء الله نظن باللي من الموسم هذا إن شاء الله وروح إن شاء الله الفريق راح يهزه وإن شاء الله ويبدي خمف الألقاب إن شاء الله إن شاء الله المنتخب الوطن هل كنت تنتظر دعوة من كيتكوفيتش خاصة وإنه وضع اسمك القائمة الموسطة؟ والله قمت أفرأ من أن أنني سيدّعوني لابت لtreه موسمي القائمة الموسطة افرأ من أنني سيد وعلительно معتبر SAR واحد يكلم وزعز في الترجمة إن شاء الله في الماركات الجائنة وأفرأ من أن أعرف مع الخottنة إن شاء الله أفرأ لك مدرأ من أن يكونك ت raspالف واحد يتمكن petit TOKM يكلم ومدرأ آ تو renderedオ universities إن شاء الله كانت عندي بلاصة أنني سisto فقط contexts حسنا بالتأكيد سيتابعها جمهور الكوراوي كبير وخاصة الأشياء قلوني الأخضر والأسود جماني للخضورة كلمة لهم يبرك نجلم تحية بهذه المناسبة عنصار نادر الرياضي القسنطيني الغنيين عن التعريف نطلب منهم يوقفوا معنا الموسم هذا كيما كل موسم نظرنا بدي الأنصار جامي يقلى والفارق يقتحم الموسم نظرنا نلعب على ثلاث جبهات إن شاء الله يوقفوا معنا للماتش الأخر للطقيقة وإن شاء الله يا ربي في الأفلان سيزون إن شاء الله ينفرحوهم بلقب إن شاء الله إلى هنا متابعين نقولوا وصلنا لنهاية الفقرة الأولى من سبورتشاك نمروا لفقرة إكسترا تايم نمروا لفقرة إكسترا تايم متابعين واللي راح نحاولون تعرفوا فيها أكثر على لاعب إبراهيم ديب فهذه الفقرة راح نطرح أسئلة مباشرة لإبراهيم ورح يحاول يشوقني باختصار ما هو القدواتك في حالم كرة القدر؟ محلياً أم لا؟ في حالم كرة القدر؟ أنا أحب كريسيا ورون عدا كريسيا ورون عدا، ومحلياً؟ محلياً محلياً لعبة زائري حتى لو نقولنا زميت زوبير لأنه سبقوا لعب معي في جمعية الخاروب ولعبنا كيف كيف محلياً وبما أننا تحددنا عن قدواتك، بالتأكيد عندك فارق كنت حلم تلعب فيه بغض النظر العام السياسي، من هو يتعب؟ والله نظن باللي الفارق اللي كنت حاب للعب فيه هو النادر يضي القاسنطيني ما كانش زعم فارق خلاف كنت حاب للكون فيه، ما كانش بادير كل إنسان ناجح في حياته تلقى عنده ناصحة أعمل بها بشو صلوين روحها؟ أنت كلاعب، وش هي الناصحة اللي عملت بها بشو صلت لهذا المساوى؟ سواء ناصحة تلقيتها من الأب أو الأصدقاء أو مدرب؟ والله سيفرية هم الوالدين هم اللي دي منطقة منهم النصائح ما ننساش مونة رحيب يا ربي يا رحمه كان حاكمني في جمعية الخاروب حاكمني يجيون هوري سبار يعني هو اللي نظن باللي خلاني نوصل لهذا المستوى كان لو دور كبير باش وصلت لهذا المستوى ربي يا رحمه إن شاء الله أمين إن شاء الله أحسن مدرب تعاملت معه في مسيحك؟ والله كايم بزيف لمدربين تحضر على واحد وتنسى واحد مشكل اختار واحد؟ لا واحد بركي واحد الأحسن من بيني؟ يعني كمدرب وكشخص؟ نظر باللي رح نختار لي اللي يرقعني من من اللي سبار سينيور لهذا يخزع شمعية الخاروب؟ شمعية الخاروب هذا بالنسبة لأحسن مدرب السؤال موالي يقول من هو أحسن لاحب لعبته بالجوار؟ ومن هو أفضل مدافع واجهته؟ أحسن لاعبات معه كان يهضر عليه كبرك بين شعارة يعني وسط الميدان فيه كل مواصفات تريبون جوار سؤال ثاني أفضل مدافع واجهته؟ أفضل مدافع واجهته أفضل مدافع واجهته؟ نظن باللي أغزالة لعب مولادية الجازالي كيف اشتهي إبراهيم أجواء المباريات من الصابحة لغاية المصول للمعب وخاصة اللقاءات الكبيرة؟ والله شراء نقول لك إن دي ماتش وإن توصل ما مترقودش في الليل تبقى تخمم في المقابلة يدلك سترس وهذا راجع الكنسانتراسة ومتع الجوار ماش زعم أخوف ولا الكنسانتراسة على اللعب نظن بالله الواحد لازم يبريباري مليح للمقابلة في لقاء نسط نهايك أسلم ورية موسم الفارطة أمام موجودين في جنسة أبوزة المروح؟ والله رقدت شوية شوية رقدت وما رقدش ما هي أحسن ذكرة بنسبة إبراهيم ديم سواء مع النادي رياضي القسنطيني أو أنبياء أخر؟ أحسن ذكرة مع النادي رياضي القسنطيني هي احتللنا المرتبة الثانية وإن كنا قادرين نفتكوا من المرتبة الأولى عندي ذكرة ثانية مع فريق جمعية عين ليلة وإن سعدنا القسم الأول كانت فرحة كبيرة في عين ليلة ينظن ذو الذكرتين الملح فيه ربما مررت بالعدد من اللحظات المميزة وفي مسيرة الكلاب هل هناك لحظة فكرت فيها احتزالك ورد القادم؟ والله أنا نظن باللي مكانش مكانش جامي هي سيدزة عمان حبس ولا باسكو هي كلش بالإيمان وصبرتها تاع اللاعب والفوتبول هذا مكتوب قادر قادر تكمل قادر ما تكملش الواحد يحكم في ربي ويخدم خدمته هديه نعم نعم لو كان جينا نقدروا نرجعوا بالوقت شوية للواحد أي مباراة تفضل أنك تعاوض تعيشها وتعيش أجوارها؟ مباراة مولودية الجزائر في النصو نيائي بصحب بل مع الشعب بصحب بل مع الشعب مع الشعب كانت رح تكون مباراة مباراة جميلة بين الأخوة مولودية الجزائر والنادي رياضي القسنطيني نعم راهيب لو كان جيتش لعب كورس قادم؟ ونشوف راح تقضيعتكم صعبة شوية بصغر والنادي أنا لديه طغير والله ما نعرف الامر مكتوب لا كنت على اعبال وش راح نكون جامي بصغير جامي جربت مكون على بصغير وهيوية غير فوتبول مهارتك لائب وإبداعك كرقم 10 مفروض منه؟ هل هناك مهارات موهبة تتمتح بها ولا يعرف عنها إلى القايب؟ والله هيا الفوتبول هولي في المرتبة الأولى هي وينا حب نديرها التينيس كنتمون تتابعي بزاف في ديرير لي لي الله يبارك من بين أفضل وماز التينيس في العالم كل الكورت قادم عنده أهداف حب يوصل لها ما هو هدف إبراهيم ديب فيما تبقى من مشهور والله كما كنت نقول لك بالهدف تعينا نعاون فريق تعبشي اللي نقتلع ليه وليما من إن شاء الله الموسم مدى نفوزه بلاقبه ونهديوه للأنصار تعالى إن شاء الله إن شاء الله إلى هنا وصلنا لنهاية فقرة إكسترا تايم ونمره لفقرة كويز متابعينا فقرة كويز رح نعطيه فيها لإبراهيم مجموعة من اللاعبين هو رح يحاول أنه يتعرف عليهم بناء على المحطيات الظاهرة على الشاشة لدينا أول لائد لاحب دولي سابق سبق له أن حمل ألوان نادي الرياضي القسنطيني نادي فرنسي للفرنسي ونادي مولودية وهرم اللائب بنشط في مركز متوسط المعدان واعتزل كرة القادم إبراهيم عندك 45 ثانية للإجابة طوب كورونا نادي الرياضي القسنطين في الموسم الماضية نادي الرياضي القسنطين حسنا إنه ألوان خرش شارعين لالteil وصا للمتابعين بشي يشربونا في التحليقات لا ألوان خرش شارعين سامحون حسنا نمر لثاني لائب متابعين لاعب برازيلي دولي سابق سابق له أن يحمل ألوان نادي آسيمين الإيطالي نادي ريال مادريد والنادي صوباولو البرازيلي اللاعب نشط في مركز متوسط الميدان واعتزل بكرة القدم إبراهيم كالعادة 45 ثانية طوب كورونا لا سين الله ما خرج الشهادة جيبنا غير في الصعب سيك صعبت علينا خلاص خلاص لعب في الريال ميلون ساو فاول مرازين متوسط ميدان اعتزل كاكا شكرا إذن اللاعب هو ريكاردو كاكا مروا لللاعب الثالث متابعين لاعب جزائري سبق له أن تقمص نادي الأول نادي التراجي الرياضي التونسي نادي الويداد الرياضي المغربي ونادي آنجي الفرنسي اللاعب ينشط في مركز الظاهرة الأيصر ويلعب حاليا لفريق اتحاد العاصر شكرا 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 ربي قالوا هلين نحكمك هلين نحكمك وبعد ننقايج يصدم علي ولي باب اسمح لي ولك 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 ونرضى علي هذي ما راضي علي هناك براهيم مني كان صوره وعمره جاب لي مشكل مع الناس عمري طاية إيطالية واعطة طب طبعي ولا قل يحكم وندي كي صغير واعقل مام كان جده وجداتش ويشيوه بزاف يشيوه يباش عندهم كون ننقيسه أنا نبويه ما باش فضل يشيوه بزاف من العقالة ويشيوه بزاف أنا من دون مشجعين ولا أنا قلت له في السياسة من دون مشجعين هنا وتمنيتوا بايدع في السياسة باريك كبير وفاريك محترم وعنده جمهور كبير عنده مدعى بنديح أنا وكنت مشجعين تاباش إلى في السياسة هنا براهيم خلت إنسان شي اللي خلاه يشيوه الناس عاقل بزاف وما يشيش شر للناس يلبو بيضاكا ما يشيش الحقدكا ما يشيش إنسان عاقلكا ما يشيش هما مكا إنسان هكا متواضع موش من ذوك الناس اللي شو ما ويدعب في المستوى كاسما يقول يشوف مام صحابوه اللي كانوا معه خلقهم معه بقاوا هما بعد نفس طريقة هما صحابوه بعد ما بقاوا تبدرش عليه ما كاولا صحابوه اللي كانوا معه في الصغر بقاوا معهما معهما حتى اليومين أدي يومين هذا يجيبهم من حتى للدار يشيش عنده في الدار هين ديما ساعة ساعة يجيب ربعة خمسة سبعة صحابوه يعشو ثم الفاة في الدار هنه عنده تقريب كل سمنا ديما ندعوه برخير ديما نصلي ندعوه برخير نصفته أنا نصفته نقفوه خراسة ننا ديما ندعوه ورعاته ورعاته ديما راضيه الواد بيه بمو بك بك نشيش مام العيلة كم يششه مام خاوته وفاميليت يكن يششهو كل يششهوك مام الحي يتربى فيه خلق فيه خلق فيه يششوك ومكاش لي ميشيش أولنا أن نشبع الخروب فريق تسمى جمعية الخروب ثم أخلقت في الخروب تربيت في الخروب فريق الخروب والثاني قسم طيناء السياسي أمام موك ثاني نشريها ثاني ما عنديش يعني ثم هادو عندي ثلث فريق قدو نشبه همنا في هذا في مات وش هو الخروب نفضل ثم أخلقت فيه تربيت فيه شباب قسمين نشريها جمعية موك مويد موك نشريها ومنحنت مدى له الخير بي recovery حاسم ولده ومنحنت مدى له الخير موك أنى دينما نصدي Share إ looking ما يلني نزيل حي adjour trouve منم نرزبه مجمع النموير إنسان أولا مفترض وفي نحنت مدى له الخير كي أعطيه ربي الدنيا وأخرى إذن أن كانت هذه الكلمة لده المشارة مال شهرا كما قلت أن تذهب سابقا أنت تبغي البال من صغرك هو قلب الذي كان يهرب لي ويروح إلى البال كريم والد والد الله نحيي الوالد وماما الوالدة يعني قراسهم أراني اليوم هنا بالدعاوي تحم بالدعم تحم يعني أعطاني كل شبالك وش ندير ما نمده لهم كما كان يقول لك كنت صغير كان يجلي ورايا كنت نلعب جينيور لايف سبار وحنا نلعب بره لي ما أعطيك لي سيكس كان يجي يجري ورايا لم يخليني شي يقول لي ما تلعبش ونظرنا باللي والحمد لله يا ربي وصلت للمرحلة هذه وهذا بوكل بالدعم تحم لي مسلمي أيضا لهذا المفعل أصوتي براحيم كان هو أيضا لنشغل ساتي زيني أحبك بزيف بي خليت لي بي حفظت لي أشاء الله كان يكبرني أشاء الله مصاروحك نخرج حاجة كبيرة أحبك بزيف من إبراهيم كانت أبي لي بنا بنتي بي لسان لنحيها بالمناسبة وأنا ثاني نقول لها نحبك ونموت عليك وربي يخليك لي هي واختها سيدرة جماهير نادي رياضي القسنطيني أيضا إبراهيم تحبك بزيف بي حفظت تمنى أن تقدم يعني مساواة أكثر مما أنت عليه الآن شكرا لك إبراهيم على قبول الاستضافة والكلمة أخيرة ميرسي ميرسي سوما الاستضافة باراك الله فيكم يعطيكم الساحة كلمة أخيرة نبدأها بأنصار نادي رياضي القسنطيني نقول لهم يوقفوا معنا نتعاون كامل صواء الأنصار سواء اللاعبين أجلنا الجامعة بإمكانكم م strengthen الأخير و Speckfort بإمكانكم في طريق الصحيح وأطفاق هذه الفريق يحتاج كل الموسم يلعب على الألقاب وليس لكي يلعب في الفريق تشعب التغير جد جيدا يحتاج كل الموسم لعلب على الألقاب إن شاء الله لذلك نقول اللقب ونفرحوا بالأنصار تعالى إن شاء الله إذاً تابر علي من هالي المنبر تتبقى بالأنصار ونقوف معه خاصة في المنافسة الإفريقية هذه هي إن شاء الله ينقفوا معنا هما على بل يبلي واقفين معنا سواء من منافسة إفريقية أو محلية ديما توجير واقفين مع الفريق سحم إن شاء الله كيف أقول تكلل هذا المجهود الذي بينا وبينه إن شاء الله بتيتر إن شاء الله الموسم هذا إن شاء الله إذاً إلى هنا متابعين لكم قد وصلنا لنهاية العدد الأول من برنامج نلتقي في مواعيد أخرى ونحن نتقي في مواعيد أخرى ربي يحمد كذلك